الهيئة العامة لمكافحة الفساد أحالت من جهتها 43 شخصا إلى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد تأخرهم وتخلفهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية رئيس الهيئة المستشار عبد الرحمن نمش قال إن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية حيال المتأخرين والمتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية الأول والنهائي سواء قدم الخاضع إقرار ذمته المالية متأخرا أو لم يقدم نهائيا